العمال والموظفين ليفربول خلاص تراجع عن قراره بفكرة ان الحكومة البريطانية تتحمل جزء من البطالة الجزئية يعني للرواتب دي وقال خلاص هتحمل انا خلال الفترة الجاية نتيجة طبعا خلاص تقليص العقود والمرتبات في خلال الفترة الجاية بالضبط ده كان الخبر فعلا انتشر ليفربول ويونيتد ان هما الاتنين تراجعوا عن القرار بتاعهم ان هما يلجأوا للحكومة البريطانية انها عارفت برضو الحكومة بتساعد الاندية بجزء معين فيه زي سندوق كده بحد اقصى 3000 دولار بالنسبة للمرتبات بالضبط كده فهو السندوق ده هما بيدفعوا منه الرواتب بتاعة الموظفين والعمال وبالتالي هما دي كانت الفكرة السياح محمد نحن زينا هده نخفض العقود لو ترتكر انا احنا اعطاكم من حوالي طرحنا الموضوع ده من اول موضوع فيروس كورونا مبدأ مبدأ وبكلنا على الامر قلنا ان صعب جدا 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 ان الاندية تتحمل وبالتالي اول حل اول حل تقوله لازم اللعيبة هي اللي توافق على وقتا انت قلت كده قلت الراهنة هيكونها اللعيبة الفترة الجاية طبعا طبعا والامر ده في اوروبا تعالي انا هيتقاس بقى من اللعيب اللي ضحه ومن اللعيب اللي رفض طبعا لو تفتكر برضو احنا قلنا ان يوفينتوس خد القرار بتاع توفير يعني يوم حسب الميزانية عايزين نوفر 90 مليون يورو وافتكر لو عادنا نتناقش على موضوع بارتوميو واللعيب بارشلونة لما ساعتها كان لسا ميسي ما طلعش البيان وكان طبعا احنا طبعا واخدين باننا من الخناقة اللي شغالة خناقة شغالة بحتة هتحس كده انت بارشلونة بقى له اتنين رؤسة بارتوميو واخد الجزء بتاع الادارة والاداريين وميسي النهاردة هو رئيس اللعيبة هو الراجل بيطلع بيانات والنادي بيطلع بيانات بالزبط وبالتالي بارتوميو لما شاف حتى ميسي عمل الحركة دي الرد بتاعه قال له ايه قال له لا ده مش كافي السبعين في المية مش كافي بتخيل سبعين في المية الظبط انت بتخيل مثلا لا وعادي ميسي الواحده كمان انت بتكلم باربع خمس لعبية في الرئيس مش قصدي كمان محمد قيمة كبيرة النسبة كبيرة لو تفتكر كنا احنا ساعتها بنتكلم ان اقدار بارشلونة كانت بتطلب من لعيبة 30 في المية ويطلع اخبار ان هما 70 في المية اللي هيتطلبوها دي اللعيبة رفضتها وبالفعل هما رفضوها في الاول اللعيبة رفضت 70 في المية قال لك لا ده كتير احنا ممكن نقدم بس 60 في المية ميسي لما قعد مع اللعيبة وقال لهم ما معناته النبارتوميو بيحاول ان هو يزنقنا او يصدرنا للجمهور والعمار والموظفين لا لو هي كده المبادرة تيجي من اين من نحن يعني ما تجيش مبادرة منك واطلعنا وافق عليها وتحسب تحسب للإدارة ومش للعيبة لا اذا كنتنا هعملها عملها بس في الاخرى تحسب لي انا مبادرة من انا وكمان هو عمل حركة دي عشان يخسروا الانتخابات الجانب كل اللعيبة واضح جدا 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 ان علاقتها ببرتوميو سيئة بالزبط فهو ببرتوميو لما شاف ميسي عمل الحركة دي بعيدا عن الاعلام بتاع النادي بعيدا عن الموقع بتاع النادي بعيدا عن كل وسائل الاعلام الرسمية لبرشلونة ما معناته رفض السبعين في المية لانا لما اجا اقول لك انا ااسف السبعين في المية اللي انت عرضت نك تخفضهم مش كافين يعني انا بقول لك بشكل غير مباشر انا مش موافق عليها ولازم تخفض اكتر في حين في يوفينتوس اللعيبة يعني لما جمعت اللعيبة كلها من مرتباتها بساري كمان طبعا بكله فانت خفضت قدرت انك توزن الميزانية بتاعتك اربع شهور الانساني مليون يورو ده قالك ما يعاد المرتبات اربع شهور جاي وانا عوضهم بعد كده فده يوضح لك محمد ازاي ان فعلا برشلونة حاليا في مشكلة وبيحاولوا يحلوها وفي نفس الوقت النقطة دي احنا قلناها في اي حتة في العالم وانا ااسف ان اقولها يا وف مصر هتحصل في مصر غصبا عننا كلنا لازم لازم يحصل تخفيض لعقود اللاعبين ليه عشان المنظومة تستمر ما عصل او ما حصلش كده انا ممكن اديك شهر اتنين تلاتة هاجي بعد كده مش يبقى فيه اي موارد مالية اصلا كل حاجة هتوقف محمد خلي بالك كل حاجة فيما داخلتك تدخلف في شهر ابريل وشهر مايو من بس فضائي طبع تم اقافها لان خلاص ما فيش مباريات ما فيش احداث وانت كلام ما تعرفش لسه الدورة هرجع امتى يعني برضو خلينا انتقل نقطة مهمة جدا يعني الفيفا اداك زي ايه امبوبة اكسون شوية لما جي قال ان احنا قريب ما عنداش مشكلة نكمل الموسم لغاية فترات متأخرة من العام الحالي ده معنى ايه ده معنى ان احنا الموسم ده الله اعلم هاي خلاص امتى بزي ممكن بعض الاجندات اللي نحلية كل واحد طبع عنده ظروف خاصة وعنده الظروف الاجتماعية بقى انت هاتيه نهارا حطة لشي ده بقى اويه جديد فممكن نهارا ده مثلا احنا في مصر يقولك والله انا عشان اخلص الدور ده نسا قصلا ما خلصش دول الاول يعني عندي بعض المطشات المؤجلة فيه كان مطش مؤجل من الدول الاول فانا مكمل معايا الموسم ده لغاية شهر فبراير مثلا فعودي اللعيبة اللي هتنتهي وملف الاعراض تلاتين ستة والاعراض وكل ده مكمل معاك مكمل معاك فمعاك ندي مثلا برضو لو فيه لعيب عقده بينتهي تلاتين ستة زي مثلا اشرف حكيمي مثلا بيلعب بروسيا دورتموند على سبيل الاعارة على سبيل الاعارة والمفروض الاعارة تنتهي في تلاتين ستة ويرجع على رئي المدريد مثلا هو كان مش هيرجع على رئي المدريد غير لما الموسم في الدور الالماني ينتهي ينتهي امتى بقى السنة الجاية يبقى هنا دورتموند خد الستة شهور ازي دول خدهم زي كانهم متضمنين في العقد الايه الاعارة مثلا العيب كان عقده بينتهي مع النادي بتاعه السنة دي ورح مضى لنادي اخر من يناير زي ما القواعد بتقول لو انت نهاردة بقى في عقدك ستة شهور فمن حقك تمضي من يناير او اليناير ففي الوقت الحالي خلاص شكرا الستة شهور دول رحوا عليك ليه لان انت هتفضل مجبر انك تقعد نهاية السنة الغاتي يناير الجاية نهاية السنة الجاية وهنا ممكن تخش في حياتة فنية تانية ان ممكن مدير فني ما يعتمدش عليك خلاص ان هو بفهم تماما يبقى انت بتتكلم انا بقى ليه سنة او بلعبش بزا وسنة بتروح من العمر طبعا يعني لسنة الكلام بتروح من العمر يعني تخلي بالك اذا كنتنا النهاردة مثلا بوصل لسنة 34 او 35 فمهم جدا عندي في العقد الجديد هو اول سنة فيه لانا اكيد السنوات اللي بعديها ببقى انا مزبوط كبرت ازيد مم فبالتالي اهم سنة عندي فحظي تكايل لو ضعت علي اه حظي او اكيد الموسم ده مش هينتايا في ستة لا لا انسى خلاص انت بتتكلم لو خلص بدري يخلص في تمانية بزا تمانية ما لو بدري احنا ايخلص تمانية لا احنا لسه بقولك عندنا ما تشوف من دول الاول هلين احنا نقضي مسلا الدول الانجليزي لما جوم قالوا اللعيب ببصوا يا جماعة الفرصة الوحيدة لنا ان احنا ان شاء الله نخش شهر خمسة ونقدر نحجم الفيروس واذا قدرنا نوصل لشهر خمسة بالنظام ده اعملوا حسابكم اعملوا حسابكم قال لهم كده هتلعبوا تلات ماتشاط كل سبعة ايام في الاسبوع كل سبعة ايام هتلعبوا تلات ماتشاط هتحطف معسكرات زي ما كلهم نتكلم هتحطف معسكرات وهنلعب ماتش كل تماما واربعين ساعة فاللعيبة قالت لك لا يعني ده مع كامل احترامي احنا برده احنا مشألات هنعمل وتدريبات وانت متلعبش بس يعني مش اقول لك ايه العب السبت وهتلعب اثنين او ثلاث وانت هتتضرب الحد تتضرب طبعا في العام داية فمظل مش تروح ايه تنام مش اجازة بالضبط كده وبالتالي انت هنا بتضغط اموس بس هو في الاخر الناس بتقول لك ايه الناس بتقول لك عشان نحمي الصناعة دي ما عندناش حل تاني الصناعة دي ممكن فعلا يحصل فيها مشراكة كبيرة جدا 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 لو الكل العناصر فيها لم تتكاتف لانقاذها انت خباك يا محمد احنا هنبدأ نجني الاثار السلبية الاقتصادية الكورونا لما توقف احنا مش شايفينها لسه احنا منعرفش لا 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 انت لسه في مرحلة جميع الارقام والمعلومات وعايز تخطي الفيروس اه بعد ما ينحصر الفيروس تبدأ بتشوف ايه خسارك زي اللي حرب كده بالزبط بالزبط اه فهي بالتالي انت نهاردة عايز تعمل ايه انت عايز تخلي كل عناصر اللعبة يساعدوا وبصراحة النهاردة انا شايف يعني بدأ النهاردة احنا في الكورة المصريية بنتكلم على تخفيض عقود الاجهزة الفنية زي ما شفت في نادي الماولين الانتحاد كل مبادرات وانا في وجه تنزلي لما بتيجي مبادرة تبقى حلوة شكلها شيك بالزبط احسن ما تيجي فرد او اجتماع رسمي او او ما انا هعمل ايه انا كنادي النهاردة بجد انا خاني نتكلم بصراحة انا كنادي هعمل ايه ايه اللي في ايدي يعمله كل المداخي بتاعتي وقفت